وللمزيد ينضم إلينا من تركيا عبر سكايب الأستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام في أنقرة بعد التحية وسيد سيد إلى أي مدى ستؤثر العقوبات الأوروبية على الاقتصاد التركي المتأزم أصلا على خلفية نشاطات أنقرة غير المشروعة في شرق المتواصل أولا على السجن المشروع طبعا حكاية العقوبات الأوروبية تبقى تأثر كثير بالاقتصاد التركي المتاجعي جاء كمان بجابة إجافة أن في عقوبات أمريكية محتامة هتفرجى واشنطن خلال أسبوع على خلفية أسرار تركيا بشقاء قصوم التواصل اللي بجأة المعادات قد تصل إلى البلاد فأكبارا منهم جمعا ما تركيا جاخلت في نفع وأعتقد أن التصعيين اللي بيحصل في شرق المتواصل وأنه في سفينة رابعة تروح لشارق المتواصل أعتقد أن تركيا بتحول تخلق عجل كتاجا للكفاف الشعب الكربية كمك العجلة والكنية اللي هي ورجل تركيا في الحياة السياسية ووليك الشرع الكربية نفسه على أمل يبقى في الكفاف جماهيني من خلال كالعجو اللي هو في الوقت الكحاج الأوروبي اللي هو جل لك بيسوق المؤامرات في تركيا وقبل كده لك المتاحجة الأمريكية اللي هي بارك وكانت بيسوق المؤامرات وليس كده بس متاحجة الأمريكية متواصلين في محاولة كده ان التلاب فاشلة في كم ترك سنين وكم اللي حتفل بالذكرة الكالكة لها انبارح وسط يعني اللي أنا عايزة أدفك نظر السجن مشاهدين إلى أنه اللي حتفلت الزكرة ان التلاب الكالكة في الكالكة انبارح لا تجدش بذلك الزخم اللي كانت السنة الأبلها ولا السنة الأبلها يعني معنى كده إنه اللي عاجب المزاعم اللي يقولها النفة الحاتمة التركية ما بيكش كده استكافة من قبل الشارع وازدخم اللي موجود وسائل الإعلام لكيكك إنه هو حكومة العجلة والتنمية مصايقبة بالمطلق على هذه الوسائل سيد يعني إحنا بنعتذر لحضرتك لأن الصوت غير واضح من المصدر وبالتأكيد بنشكرك على انضمامك إلينا في هذه النشرة وعلى هذه المدخلة القيمة الأستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام في أنقرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك